دشنت هيئة الهلال الأحمر الإمارة مشروع النقع السكني في محافظة اللاذقية السورية الذي يضم 47 وحدة سكنية بهدف إيواء عدد من الأسر السورية التي فقدت منازلها وكانت الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه قد أعلنت في إبريل الماضي عن البدء في تجهيز ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع في سبع مناطق بمحافظة اللاذقية بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة من الزلزال الذي خلف قتلى وجرحى وعددا من المباني المهدمة ويأتي المشروع امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تطلع بها دولة الإمارات في الجمهورية العربية السورية بصورة عامة ومحافظة اللاذقية بصفة خاصة انطلاقا من التزامها الصادق تجاه جميع المتضررين من تداعيات الزلزال والعمل على تخفي في معاناتهم وجاء اختيار الأسر المستحقة لاستلام الوحدة السكنية في المشروع وفق أسس ومعايير تم وضعها بالتنسيق بين فريق الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر العربي السوري